دعونا في البداية نسأل عن الفرق بين مصطلح العاصفة أول ما ابتدى دانيال وأول ما اسمنا عنه كنت جاي من مقاطعة بجانب أثناء في أتينا وكننا نسمع أنه هو إعصار ولما جاء على ليبيا بقى عاصفة إيه الفرق بين الإعصار والعاصفة لنفس المسمى يعني إعصار دانيال وعاصفة دانيال هو دانيال واحد اللي هي المنطقة اللي أحيانا بيطلق على الأسماء الأعصير بأسماء يا إما المناطق التي ظهرت فيها أو أسماء ناس يعني مشهورين أو معروفين يعني فيقول لك إعصار بالاسم فلانية الفرق بين الإعصار وبين العاصفة إن الإعصار بيبقى قوته بتعدي أكتر من 200 كم في الساعة يعني قد تعدي 250-300 كم في الساعة أما العاصفة فلا تزيد عن 80-90 كم في الساعة ده الفرق بين العاصفة وبين الإعصار وبالتالي عندما ظهر هذا الإعصار مجازا في أثناء يعني طبعا أحدث دمار كبير جدا في المنطقة اللي ظهر فيها فانتقل عبر البحر المتوسط ووصل إلى ليبيا خد شوية قوة من البحر نتيجة البحر اللي في البحر والدرجة الحرارة اللي فيه المية من البحر المتوسط وصل إلى ليبيا بكان بقوة شديدة جدا وشفنا الأثار اللي حزست في هذه المنطقة منطقة دارنا بالذات وبعدين ابتدى يتحرك إلينا في جمهورية مصر العربي الحقيقة لما بقى ابتدى يتحرك في هذه المنطقة ابتدى يفقد قوته مع العاصفة مش بتدنها بنفس القوة من ساعة ما بتطلع لغاية لما تنتهي لا هي بتبقى كأنه منحنة كيرف بيتزايد كيرف وبعدين بيبتدي يقل فدخل عندنا في جمهورية مصر العربية عند منطقة السلوم على شكل منخفض جوي متعمق منخفض جوي عادي جدا يعني قبله بقى في نفس الوقت منخفض جوي آخر في طبقات الجو العلي اللي اتنين دول المنخفضين هم اللي عملوا الأمطار اللي حدثت فيه السلوم وفي مرسى مطروح وفي اسكندرية بالأمس والعاصفة الترابية اللي احنا شفناها وصلت بنا إلى القاهرة ووصلت إلى عدد من المنطق بس خلينا أقول أنه بنسمع كتير مصطلح منخفض جوي ومرتفع جوي يعني عشان حتى والفرق ما بينه اه ايه الفرق يعني المرتفع الجوي يبقى فيه الهوى أتقل في المنطقة والضغط بتاعه أتقل وبالتالي اتجاهه بيبقى الأسفل مش لأعلى وبتلاقي فيه استقرار في الأحوال الجوية نتيجة أنه مفيش هوا بيطلع معه أي مشاكل تلاقي الجو مشمس عشان كده دايما بنطمن إما نسمع كلمة ايه فيه مرتفع جوي منخفض جوي ضغط الهوى بيبقى قليل وكسفته خفيفة فبياخد كل بخار المياه ويطلع إلى طبقات الجو العلي تتكسف تنزل لنا الأمطار الشديدة حسب بقى قوة هذا المنخفض وقديه فبتنزل كمية أمطار كتير جدا قد تصل إلى حد السيوي وبالتالي هو ده اللي حصل يعني في خلال الفترة اللي فاتت إنه المنخفض ده بقى متعمق عند دخوله إلى السلوم وبالتالي نزلت أمطار تبدو غزيرة على بعض المناطق وابتدى يتحرك من أمس إلى منطقة الشام بقى خلاص يعني هو بيفقد قوته على آخر اليوم النهاردة أو بكرة هنلاقي استقرار في الأحوال الجوية وعدى علينا العصفة بسلامة